استقبل الفريق اسامى ربيع رئيس هيئة قناة السويس الفريق اول مايكل كوريلا قائد القيادة المركزية الامريكية والوفد المرافق له بمقر الهيئة وذلك على هامش زيارته الرسمية لجمهورية مصر العربية بحضور اللواء اركان حرب محمد ربيع قائد الجيش الثاني الميدني والقائم باعمال السفير الامريكي بالقاهرة واكد رئيس هيئة قناة السويس على الاهتمام الكبير الذي تليه الدولة المصرية لمشروعات تطوير قناة السويس انطلاقا من اهميتها الاستراتيجية ودورها الحيوي في خدمة حركة التجارة العالمية فيما اعرب قائد القيادة المركزية الامريكية عن اهمية قناة السويس باعتبارها شريانا حيويا للعالم اجمع مشيدا بالرؤية المصرية لتطوير المجرى الملاحي لقناة السويس كما تضمنت الزيارة جولة بحرية بقناة السويس الجديدة تابعوا من خلالها انتظام حركة الملاحة داخل القناة تأتي الزيارة في اطار علاقات الشراكة الاستراتيجية بين مصر والولايات المتحدة الامريكية في كافة المجالات وكذا المساعي المشتركة لدعم السلام والتنمية ومواجهة التحديات الراهنة